السلام عليكم وبرك ع واشركم مسلسل دعم لاجتماعي المباشر مفاجأات الاحكومة ومنصة دعم الاجتماعي مستمر والإشاعات للج مع أفضل يوم خاصة طريقة نتحدث الى خاصيات وإضافات جديدة على تبانة الدعم نعد أي الاعجاب فيلم مباشر الاجتماعي المباشر الحكومة تفكر انها تحبسو خرجات هذه الخاصية جديدة اللي ولو بزيف الناس كيلقاوها ما تزربوش ما تبركوش عليها خصوصا الناس اللي عندهم طالب مقبول وخا عندك مشاكل لأخطاء داك الطالب ما تزربش استعمل هذه الخاصية لتعليق الطالب ريالك بمعنى انه اللي معلق ما يبقاش خدام ماشي لغيتي كي ما عقلتو على خاصية إلغاء الطالب اللي كانت بانتش حالها دي في منصة الدام يلغاء الطالب منك يكون الطالب يلا مسجل مازال ما تدخلش في المعالجة ولا مازال ما تتقبلش كانت يعطيك إمكانية أنك تلغي ذك الطالب وتعود تدير طالب آخر نفس الشيء تقريبا إلا علقتي الطالب يمكن يكون عندك إمكانية تدير طالب جديد وتصحح فيه بعض الأخطاء ما صار مثلا لو لا يتقبل لك وخصوصا خصوصا أفراد الأسرة إلا ما دخلتش وليدات وبغيتي تضيفهم في طالب جديد يمكن ولكن لا تضربوش حتى تضربوش حتى تضربوش هذه الخاصية اللي هضافوها ليلة تعليق الطالب يمكن إلا بركتي عليها بقى الطالب ديالك معلق تعود ترجع تفعلوه مثلا إلا ترجع تفعلوه شوفوا واش تتمكن أنك تفعلوه ولا لا ما يعطيك إمكانية ويبقى الطالب ديالك معلق خصوصا الناس اللي طالب ديالهم مقبول فما تضربوش تبركوه على هاد الخاصية الإضافة الأخرى والمستجد الذي يواجهوه هو واحد كلمة السر يأتيك منك تبقى تدخل الفضاء الخاص يقولك ودير سوف نصف تلك واحد كلمة السر في النمرة وحتى هذه الخاصية بزياد الناس جاءتهم بزياد الناس يدخلوا الفضاء الخاص حتى هذه الخاصية جديدة وديرت لأن تلك الفضاء الخاص فيها معلومات تهمك أنت معلومات خاصة ديالك اللي هي الأسماء ديال والدات معلومات خاصة ديالك ومسائل أخرى فهما يحاولون يأمنوا هذه المعطيات الخاصة أن الوحيد اللي يقدر يطالع عليها هو صاحب الطلب اللي رقم الهاتف دياله مسجلت أمه ونحن نأكد على واحد المسألة كنت أكدت عليها شهر اللي رقم اللي تشهلتوا به في السجيل الوطني للسكان في الأول قاعدة لديكم القزاحية والعين وعطيتكم الرقم هذا الرقم حافظوا عليه إذا كنت لا أمنوا لا تصيب له كونترا لا تصيب اليوم قبل غدا للشركة اللي يتابع لذلك الرقم وصيب كونترا بسميتك لأن ذلك الرقم مهم إذا تريد أن تغير رقم يجب أن تغيره في السجيل الوطني للسكان وبعض المرات من تغير رقم في السجيل الوطني للسكان مثلا الرقم اللي تشهلت به لم تكن لديه كونترا ولا توقف ولا تقطع ولا شيء ولم تستطيع أن ترجعه أمنوا لأرقام اللي مشجلين بها في السجيل الوطني للسكان هو اللي عندك السجيل الجميع الموحد وهو اللي عندك في منصة الدعم وغير يبقى معك فهذا ليس الدعم كلها وبعض المرات من تغيره في السجيل الوطني للسكان في المقاطعة أو القيادة يتطلبوا منك تعود إجراءات كاملة إذن أمنوا هذا الرقم إذن كما قلت حتى هذه المستجد لا تسوقونه كثيرا وفي حالة تعكس لك لا تزرب لا تدري أي شيء لهذه الخاصية الله تضافت ومازال فيها مشاكل إذن هم المستجدين في منصة الدعم وفي كل أحوال هم مهمين كثيرا هي الأمور التي ننتظره ننتظر أمور التي تحل مشاكل كما قلت سابقا ونقررها 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 نحن نريد خاصية أخرى حماية المعطيات مزيانة هذا تعليق الطالب لا يوجد أي شيء معنى أن الطالب مقبوله نعلقه على جزم لأسجر أنه لا يستحق الدعم ولم تقبلوني أنوا نستطيع تعليق الطلب ولكن نرى أن الآن تعليق الطالب يأتي بالترتيب في 500 أمر وأنا أشتد المعطيات ومعطي في أسفل وفي أد LISA لأدنا أن التقبل إذن من المعطيات صحيحة واضفت في أدخل هذه الكاملة من المعطيات التكالي من المعطيات أن التقبل فإذا لم تقبل يتجرد أن اكون بعد نفعل الطلب اللي درته تعليق غير رجعي تفعل و جيني الدفعة ديالي في شارج جي اللي كينتظروا منكم الناس هو أنه بجانب السرامة ديالكم والتصيار والغربان اللي درته تصرحوا المعلومات اللي من جهتكم انتوما منصة الدعم بمعنى تضيفوا خاصيات اللي فعلا تريق الأمور للناس اللي كيجيهم الدعم ناقص ولا الناس اللي ترفض لهم الطلب ولا الناس اللي داروا مين حاجزة فيها ومخصوم يدروا مين حاجزة ولا الناس اللي ما تقبل لهم شماصة ولا الأرامي اللي ما فعلوش يتيم القبل واليداتهم باش يستفدوا من الدعم التكميلي ولا الناس اللي ما ضعفوش واليداتهم كاملة سهلة هادك الطلب اللي مقبول داروا خاصية تعديل الطلب عادي اذا الخلصة بالنسبة لادل اضافات ره غير مهمة خصوصا القضية ديالرقم السري انها مزيانة انه ماشي اي مول سيبير ولا مكتابة ولا شي واحد صاحبك ولا اخوك ولا خالتك ولا عمتك اعطيتي واحد المرة يشوفلك وبقى عاقل على التاريخ الازدياد وعاقل على النمرات الكارت وعاقل على المعرف الرقمي غا يبقى يدخل ديما الفضاء الخاص ديالك ويشوفش حل دازليك ويشوف الرقم الكونط ويشوف المعلومات الخاصة ديالك وديالولداتك وديالمراتك مزيان انه ما ادخل الفضاء الخاص حتي يجيجزي دك الموت باس هاده اضافه مزيانة لحماية المعطيائت ديالك مزيانة قضية تعليق الطالب كما قلت مازال مبهامة تا واحد ما يبرك عليها اللي ما كانش متأكد خصوصا الناس اللي مقبولين طالبات ديالهم ما تزربوش نجيوا دابل واحد الهضراء مهمة بزاف الدعم كما قلت واحد المرة شحال هذي والله توم والله هم اكتسيدي ومولاي فالكحطو الميزيرية لشدي تشاريها والزيار نشيف بيصة الدعمة لإخوان الزيار بسجل موحن المؤشرات اللي كتطلع دابل بزاف ديال الناس والمؤطيات اللي كتتغير في سجل موحد لبزاف ديال الناس وتشطيب اللي ولا مرفوض ولا مستحيل ولا صعيب لبزاف ديال الناس تشطبهم الأسر اللي هما بشجلين فيها وتشجيل لبزاف ديالناس خصوصا اللي فرض واحد اللي ولا حتى هو مستحيل ولا صعب جدا لبزاف ديال الناس علش هاد شي تسكم تعرفوا انه وش شهر طناش بوحده مليون أسرات تقابلات في الدعم شوفوش حال الميزانية اللي غتقد مليون أسرات اللي أقل أسرات تشد خمسمائة درام وكالك يشد كتر شرط ثاني وصلات كتر من جوج المليون أسرات شرط ثالث جوج المليون ونص ولا جوج المليون وثمانمائية وكتقرب من ثلاثة المليون أسرات اللي غتولي تاخد دعم شهريا لكشيل لحكومة زيارات طرح ولكن في نفس الوقت خليكم تفكرين انه إلاك تستحق الدعم ما تسمعش في حقك لماذا شفتي أن المؤشر ريالك مزيان وما عندك حتى شي حاجة من الموانية الدعم اللي ذكرنا ما انت خد دام ما تذكراراش بك آخر 12 شهر ولو مرة في الضمان الجماعي ما عندك شي لانتريت ما عندك شي ولد كي يشد المين حولك المين حليك يشد كتر من الدعم اللي غايجيك ما انت عاون ولا مستخدام في السلطة ولا في الإدارة ولا موظف مع الدولة ما انت خد دام كي يذكراري بك شي حد في الضمان الجماعي ما انت مطلقة وراجلك تتخلص على الوليدات إلا ما فيك شي مانع من موانيات الدعم وعندك المؤشر قليل من صدر بوسبين رك تستافل وهنا غا نجي والآخر حاجة و أهم حاجة درت عليه الفيض الإخوان الدعم الاجتماعي المباشر كتنفدوا الحكومة ولكن راه برنامج ملكي راه ما مرتبطش بهذه الحكومة وما عندهش الحق تحبسه وما غاديش تحبسه الدعم راه مستمر للإخوان الإشاعات التي تقول لكم راه قالوا شهر سبعة يحبسوه 2025 يحبسوه 2026 يحبسوه لك شي كدوب الدعم مستمر اللي يمكن تداد الحكومة أنه تزير عليكم مزيان وتحاول تسد عليكم اللي بيبان وتسد عليكم تقابي واشتراجم في دزول هذا الدعم ولكنه برنامج ملكي ما يقدر حتى شي واحد يحبسه إذا الدعم راه مستمر واحد نقطة أخرى الإضافة لأن الدعم كما قلت لكم راه غا يبقى الناس اللي مقبولين دابا،و اللي غيتقبلون مستقبلا راه غايب قوي ذو لهم كل شهر الناس اللي عندهم موانيع الدعم ومرفوضين نهار يتحيدوا دك الموانيع راه منحققهم تدفعوا طالاب وتقولواوا تستفدوا الناس اللي مرفوضين داباء لأن المؤشر طال عليهم نهار هبط لكم المؤشير راه منحقكم تدفعوا للدعم والعكس الناس اللي مقبولين داباء راه يكون ماشي مناعتوا ولقد أقتعتوا الودن تشورج ديكم نهار يطلع عليكم المؤشر والذي يقول ديالك يدفع المنحة ويتقبله وتكون مبلغ المنحة كثير من مبلغ الدعم سوف ترفرض لك الطالب ديالك ويحبس لك الدعم إذا لم يكن شي واحد ضامن يبقى مقبول ولم يكن شي واحد هالزلمة يبقى ديما مرفوع حاجة أخرى مهمة مزيف الناس يقولون صافي لا تدفعوه إذا لم يكن تدفعوه في شهر 12 واحد وجوج لا تدفعوه صافي سوف تحبسوه تجيل في الدعم هذا هو اللي غي يعطيهم الدعم رات تجلوه دابوت تقبلوه وشي واحدين قاع رات كانوا تقبلوه بدو يرفضوهم إذا ما تبشيش ما زال تجل ما دام تحققت فيك الشورط اليوم اليوم اللي كان هضر معك دابا يالله تحققت فيك انت الشورط يالله تمكنتي مثلا زي معك خالتك ولا عمتك ولا أخوك وهبط لك المؤشر ولكن عندك مشكل داروا لك شي لابون موهبطي المؤشر عاد بغيتي دابا تجل رامنحقك تجل تجل ما غيوقفش دائما المنصة ديال الدعم غتبقى مفتوحة ووقت ما اشترا سكرتست حق الدعم رعندك الحق تدفع ولا المؤشر ديالك قل من تسعود ربعو سبين وما عندك حتمانية ديال الدعم رغت تقبل الله يعونكم